بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم شباب. اه المحاضرة دي ان شاء الله هحاول ان هي تبقى سريعة لشان عارف ان عندكم تحاني يوم الاربع وغالبا هتنزول لكم التلات فانتوا بتسمعوها. اه مش هحاول ما اطولش هحاول اديكم المطلوب بالزبط. وفي نفس ذات الوقت. يعني انا مش لأينا الضرب تعطي. المهم. هنتكلم عن حاجة اسمها تمام? اه اللي هي بتعمل مرض النوم الامريكي. ده سهل جدا وبسيط. وحنخلصه بسرعة بازن الله. ماشي? دي المواضيع اللي احنا هنتناقش عليها في الدرس النهاردة. حاجة اسمها الديزيز. هنعرف بتعمل اسمه ايه? تمام? بتعمل اسمه شاجز. هنعرف موجودة فيه? هنعرف ان هي موجودة في ساوث اند سنترال امريكا. تمام? المورفولوجيا هنتكلم عن حاجتين حاجة اسمها والحاجة التانية اسمها تمام? هنشوف شكلهم وحنعرفه. هنتكلم عن خمس حاجات. هنتكلم عن اللي هو المكان اللي بيعيش في الادلت استيج. او في البرازايت. تاني حاجة هو ايه? هنعرف يعني ايه انفكتف استيج. وحنعرف والدياجنوستيكسيش هتبقى ايه? في اللايف سايكل. الباسولوجي والكلينيكال بيكتشر والدياجنوز هيبقى على حسب اكيوتو كرونيك اكيوتو كرونيك اكيوتو كرونيك كل حاجة اللي هيكلامها. هنعرف الدواء اللي بيتعالج به. تمام? نبدأ اه باول الحاجة طبعا هي بتعمل ديزيز ازمه ازمه او مرض النوم الامريكي. تمام? تاني حاجة موجودة فين? هو مرض النوم الامريكي. تفتكر روح ابقى موجود فين? فساوث اند سنترال امريكا. تمام? نخش بقى ايه? على المورفولوجي. المورفولوجي انا عندي حاجتين. عندي حاجة اسمها تريبو مستاجوت والحاجة التانية اسمها اماستاجوت. التريبو مستاجوت هو عبارة عن ايه? هو اولا هذا الشاب الجميل ده. تمام? هو موجود هنا في عينة من البلد عين الدم. اتسحبت وبصنا على تحت الميكروسكوب. لقيتها تريبو مستاجوت. شكله ايه? اول حاجة هو تمام? اه بياخد سي او اليو شيب. يعني هو وضعية السي. يعني الصورة بتجيبه في وضعية سي او يو شيب. تمام? بيقول ان هو عنده بتاعده بتبقى مدببة. تمام? ده غير انه بيبقى عنده فلاجلة. يعني لو ركزنا هنلاقي تحسه متحوط بعباية من بره كده. تمام? دي اسمها في الاجلة. يبقى تريبو مستاجوت عبارة عن ايه? هتقول ان هو شكله سي سبيندل اللي هو سطواني الشكل تقريبا او حاجة زي كده. بياخد شكل حرف السي في البلد فيلم. تاني حاجة هتقول انه عنده بتاعته بتبقى او اللي هي مدببة. وعنده ايه? عنده فلاجلة محوطة. تاني حاجة الامستاجوت. الامستاجوت هو عبارة عن ايه? زي ما تمام? الصورة الزرقة اللي عليمين. تمام? العبارة عن ايه الكرة دي. هي اول حاجة زي ما انتوا شايفينها. تمام? بيبقى فيها لارج نيوكلياس. تمام? المفروض ان نيوكلياس دي بتبقى جبيرة. وفي حاجة اسمها كاينيتو بلاست. دي حاجة بقى تابعة نيوكلياس وكروماتين من قصة كده مش عاوزين شلط ما انا بيقوي. فيها كاينيتو بلاست. تمام? وبيقولك ان فيها اللي احنا شايفينه ده. طالع منه تمام? ده المفروض انه بعد كده اما بيتحاول بيطلع منه الفلاجيلا. تمام? بس في الامستاجوت الفلاجيلا بتفضل فين? بتفضل فيه جوة الخلية. ما بتطلعش برا يعني الحتة دي المفروض ان هي ما تبقاش موجودة. يعني حتى هو مكتوب ايه? يعني ممكن تبقى ايه? يا صغيرة جوة الخلية نفسها. فالامستاجوت هو عبارة عن ايه? الامستاجوت بيبقى اوبال انشيب. بيبقى عنده اللي هو شبه 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 يعني ايه هو ده هو المنزر ده. تمام? هو البتاع دي. تمام? وعنده برا بيزل بادي او بيزل بادي زي ما مسميه هنا. وبيطلع منه اجزونيم. والفلاجيلا بتبقى ايه? للخلية. تمام? فتاني قبل ما نمشي احنا نتكلم عن حاكين بيبقى 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 على حسب شكله. يعني هو بيقوله على شكل كده كروزي سي كروزي. تمام? البتاعته بتبقى مدببة. وعنده فلاجيلا. الامستاجوت اوبال. عنده سنترال نيوكلياس. لارج اه عنده السنتر لارج نيوكلياس كينيتو بلاست. وبرا بيزل بادي. طالع منه اجزونيم والفلاجيلا بتبقى للحاجة للخلية. تمام? ما هزا الشيء انا عاوزكوا تفتكروا المنظر ده كويس قوي علشان حيفصر لدينا حاجة اسمها بوستيريور ستيشن انفكشن. في كلمة هناخدها اسمها بوستيريور ستيشن انفكشن. افتكروا المنظر ده. شوفوا العضة دي. وشوفوا هذا الشيء. تمام? وده مش دم. تمام? دي فضلات من الحشرة. والحشرة دي اسمها الوينجد بج. او اسمها التاني تيراتوما ميجز تقريبا يعني. تمام? اللي هو الاسم الاسم العلمي يعني. تمام? دي اللي هي الفيكتور اللي بينقل التريبانسوما كروزي. تمام? افتكرنا المنظر ده. ماشي. برضو ما هذا الشيء ده هذا الشيء اسمه الارمدلو. اللي هو حيوان المدرع. اللي هو الريزيرفور هوست بتاع التريبانسوما او المرض النوم الامريكي. يعني ايه الريزيرفور هوست? هذا ما سنعرفه في اللايف سايكل ان شاء الله. تمام? نخش بقى على اللايف سايكل. اللايف سايكل عندكم في الكتابة ومش متكلم عنها خالص بس عشان للفهم يعني نبقى عارفين الدنيا فيها ايه? الجزء اللي جاي ده مش مطلوب منكو. تمام? هو مطلوب مننا النقط اللي هنطلحها بعدين. ماشي? ده فقط اه فور فان. اول حاجة انت عندك حاجة اسمها الوينجت بج. تمام? الوينجت بج دي بتيجي تعضي الانسان. ماشي? اما بتعضي الانسان بتنقله حاجة. بتنقله حاجة اسمها ايه? اسمها التريبو مستجوت. فاكرينو التريبو مستجوت اللي هو مدبأ بيوسيش بتنقله حاجة اسمها. طيب الميتا سايكليك تريبو مستجوت. تمام? اه الميتا سايكليك تريبو مستجوت. اما يخش الانسان. تمام? ايه اللي يحصل? الميتا سايكليك تريبو مستجوت ده بيحب يعيش فين? يعيش في اي حتة في الجسم. يعيش في اي خلايا في الجسم. بس هو بيحب اكتر خلايا القلب. خلايا السيني اس. خلايا الاسموس مصل. خلايا السايرويد. خلايا السوبرارينة الجلاند. تمام? هو بيحب الخلاة دي اكتر حاجة. فما يخش جواها التريبو مستجوت يتحول لحاجة اسمها ايه? الامستجوت. يتحول للكورا فورب اللي هو الحاجة المدورة اللي كان لنا ازرق اللي كانت على اليمين. وتبقى البتاعة دي تفضل موجودة في الخلية. وتبدأ تتكاثر. تتكاثر 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 تفضل الواحد يديني اتنين والاتنين يديني اربعة والاربعة يديني تمانية. الاخ 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 الاخ. لغاية اما الخلية ما عاتتش تقدر تستحمل العدد الامستجوت اللي موجود فيها. والخلية ترابشر. فاما الخلية ترابشر يطلع الامستجوت في الدم ويتحول لحاجة اسمها ايه? اسمها تريبو مستجوت تاني. يعني الامستجوت اما ينزل الدم يتحول لتريبو مستجوت. التريبو مستجوت ده بقى ياخد طريق من الاتنين يرجع يعمل لخلايا تانية ويتحول لأمستاجوت ي trouvé الشخص ده يتعض بحشرة حشر يتعضه حشرة تانية ويروح للحشرة دي وبعد كده يكمل بتاحها ويتحول لحاجة اسمه جوه الحشرة يتحول جوه الحشرة أما هذه الحشرة تقض تنقل لبني آدم تنقل لميت ويتحول جوها الاماستاجوت يطلع الدم يتحول لتريبوماستاجوت يعدي حشرة تانية او انه يعمل للخلايا تانية ويتحول لاماستاجوت وهلم مجرة ده بس كده عشان نفهم الدنيا فيها affected کے مني ايه اللي يهمني ايه اللي انا عاوزه عاوز خمس نقاط تقريبا اول حاجة الهابتات هو المكان اللي بيعيش فيه الال الارجانيزم جوه الانسان تمام هوا بيعيش فيين احنا قلنا ان هو بيعيش في اي حتة اي حتة في البنية ده تمام اي خلايا بس هوا بيفضل ايه بيفضل الخلايا هارت بيفضل الخلايا سينيس بيفضل الخلايا السيرويد والسوبرارين الجلند تمام ثاني حاجة هي يعني هي هي اللي لما البني ادم خدها او وسط البني ادم اقدر اقول ان الشخص ده بقى عنده مرض هي تمام ثاني حاجة هي يعني ايه كلمة هي اللي لما ابص الاقيها اقول الشخص ده عنده تمام هي الشخص ده عنده بالمرض الفلاني هي ايه هي برضو تمام وبرضو قال حاجة تانية قدام شوية بس هو مش موضحها هنا قالك قدام حنلاقي ان احنا بنعمل على حاجة اسمها وبلاقي فيها حاجة اسمها تمام بس علشان انا بعملها اللي هو بيبقى هنا بيبقى موجود في جسم الحشرة تمام بيبقى موجود في جسم الحشرة فهو ممكن عشان كده مش مش حبه قوي كدياجنوستيك استيج المهم ان الدياجنوستيك استيج اللي انت غالبا هتتعامل معها هي ايه هي وما نوصل قدام حقول لكم بيتساءل فيها ازاي في الامتحان يبقى الدياجنوستيك استيج حاجة من الاتنين يا تريبو مستيجوت يا ايه بي مستيجوت تمام اه قلنا الارمدلو اللي هو الحيوان المدرع اللي شفنا يعني ايه يعني الهوست او مخزن للعدوى تمام تاني حاجة البتاعة دي بتتنقل ازاي او ايه اللي نقالها الفيكتور اللي هي الحشر اللي نقالتها مين اللي نقال الحشر اللي نقالتها اللي هي للصورة اللي شفناها من شوية بتاعت الحشرة اللي هي تمام ازاي حصل عندنا حصل بحاجة جميلة جدا اسمها ايه حاجة اسمها يعني ايه نرجع وراء للصورة شوية ده لو عرفت ارجع يعني تمام ايه اللي بيحصل تيجي هذه الحشرة تعض الشخص ده في الحتة دي تمام وبعد اما تاكل وتنبسط تاخد بعضها وتمشي وطبعا يا بتاكل بتخرج فضلات فاتخرج هذا الفضلات تمام الفضلات دي هي اللي بيبقى فيها التريبو مستجوت تمام هي اللي بيبقى فيها الميتاسايكليك تريبو مستجوت يعني مش بيتنقل بالعض لا هي البتاعة بتخرج الفضلات بتخرج على الجلد زي ما انتو شايفين ويجي الراجل بعد كده طبعا اتعض فالحتة دي بتهرشه فيرجع يبدأ يهرش كده فايه يعني يدخل ده في الجرح يدخل الفضلات دي جوه الجرح تمام فده اللي اسمه posterior station transmission تمام ان هي بتتنقل عن طريق الفضلات انما لو قلتلك anterior station ده بتتنقل عن طريق العضة نفسها تمام زي المالاريا مثلا البلازموديوم كده يعني ماشي دي اول طريقة تاني طريقة الكونجينتال اللي احنا واجعين دماغنا بيه من اول التر اللي هو كونجينتال ترانسميشن بتتنقل عن طريق الام تديها للطفل تالت طريقة انا شخص عندي مرض عندي التريبو مستجوت في الدم بتاعي جيت اتبرعت بالدم لشخص تاني فبالتالي اديته المرض تمام يبقى تاني في اللايف سايكل انا محتاج اعرف ايه محتاج اعرف الهابيتات قلنا هي ايه الهابيتات المكان اللي بيعيش فيه اللي هو موجود فين كل خلال جسم تمام مع تفضيل للهارت والسي اني اس والسيرويد والسوبرارين الجلاند والاسموس ماصر تمام تاني حاجة اللي هو الميتا سايكلك تريبو مستجوت الدياجنوستيك ستيج قلنا هي التريبو مستجوت والإي بي مستجوت وحنعرف قصتهم قدام شوية ان شاء الله مع الدياجنوزز بعد كده عندي ايه عندي الريزيرفور هوست اللي هو الارمديلو عندي البتاعة التاني ده اللي هو الوينجد بج المودة فينفكشن مهم جدا كلمة فينفكشن دي تاني حاجة انتو لو عاوزين تكتبوا يعني تكتبوا ازاي اللي هو تمام زي ما موجود عندكم تاني حاجة اللي هي تالت حاجة بلد ترانسفيوجن كده ان شاء الله اللايف سايكل تبقى خلصة بعد اللايف سايكل بنحب نتكلم عن الباسولوجي والباسولوجي هنا بيتقسم الباسولوجي والكلينيكال بيكتشر والدياجنوز حنتكلم عن حاجتين اكيوت وكرونيك اكيوت وكرونيك اكيوت وكرونيك بتفرق تمام الباسولوجي في الاكيوت بيحصل حاجة اسمها رومينانزي ساين اللي هي عبارة عن ايه رومينانزي ساين الرومينانزي ساين ده عبارة عن ورم في العين ورم في الليمفنود بتاعة العين فانت هتلاقي عين واحدة كده عين واحدة كبيرة ليه نتيجة الانفلاميشن برضو البتاعة ده بيروح خلايا مثلا يروح اللين في نود اللي موجودة في العين يحصل الانفلاميشن الاخ 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 العين تورم وتحمره وتكبر هي مش العين نفسها هنشوف لها صورة الخلايا اللي حوالين العين اللي هو الجفن يكبر وتورم تمام تاني حاجة حاجة اسمها شاجومة الشاجومة دي فاكرين مكان العبدة برضو بيحصل حوالي انفلاميشن وبيبقى فيه ايه فيه انفلاميشن جميل كده وبيبقى لونه احمر وشكله رخم يعني حنشوفه تمام ده غير ان هي بتروح الهارت زي ما اتفقنا تروح الهارت تعمل لي ايه مايوكارديتس يعني ايه يعني التهاب في عضلة القلب تمام والجلال سيلزي في السيني اس تروح للخلايا المخ تبدأ تعمل فيه دامج تعمل من انجيو انكفاليتس تمام والسموس مصل وطبعا اما اقول كلمة اسموس مصل اخاف ليه لان اسموس مصل في الجسم في كل حتة واكتر حاجة في اسموس مصل هي فتبدأ تدمر في خلايا تبدأ تدمر في يعني اي حاجة في اسموس مصل تمام ماشي المهم ان في اما بيحصل يعني انا خلاص الحمد لله ربنا اكرمني وخفيت بيحصل يعني ايه الكلام ده يعني لو عضلات القلب مساء حصل فيها التهاب جامد واتدمرت منها خلايا كتير والحمد لله الرجل خف في الاكيوت اتاك ما بيحصلش فيبروزس الخلايا ترجع طبيعية تاني وما فيش اي مشاكل تمام اول مفروض القلب مش بيجدد المهم ما بيحصلش فيه فيبروز ما بيحصلش فيه فيبرستيشو ما بيحصلش سكار فورميشن تمام طيب ده بالنسبة للاكيوت طب في الكرونيك بيحصل لي تلات حاجات او ما كزا حاجة انا بسوها في ذكر تلاتة حاجة اسمها حاجة اسمها ميورال ثرومبوزس وحاجة اسمها ديستراكشن لنيورونال سيلس تمام ايه قصة الفنتريكولار انيوريزم احنا عندنا القلب طبعا الرأس مكروكي تمام بيبقى عامل كده تمام ادي اوزين ودي اوزين ودي بوطين ودي بوطين البوطين اللي هو الفنتريكل تمام اللي بيحصل انه متبط يعني القلب كله فيه مايو كارديام اللي هو عضلة القلب اللي هو القلب بتكون من ثلاث طبقات بريكارديام مايو كارديام اندو كارديام فما يحصل انفلاميشا للمايو كارديام يحصل انفلاميشا للمايو كارديام يحصل انفلاميشا مع انفلاميشا مع انفلاميشا لفترة طويلة قوي بقى كرونيك بدل مع عضلة القلب مثلا كانت اخناه كده انا عاوز ارسمة خينة تمام هتبقى ايه هتبقى رقيقة كده تمام ماشي فبالتالي مع الوقت يعني ومع ضغط ومع القلب كل شوية ينبط هتلاقي حاجة طلعت كده تمام بقى ده شكل القلب عاوزين نمسح يعني الحتة دي بسم الله ومشاء الله انا حرسم لكم قلب حصل فيه دايلاتيشن وخلاص تمام قادل اوزين تمام وتيجي هنا ترسم البطن تعمله كده تمام معادش متساوي طلع فيه بلج كده حاجة حتة هنا مش مظبوطة ده اسمه ventricular aneurysm المشكلة في الحتة دي ايه ان هي عرضة ان هي ممكن ترابشر وطبعا لو القلب رابشر هتلاقي فيه دم كتير كده وربنا اصر على العين ده تمام تاني حاجة حاجة اسمها يعني ايه كلمة ميورال ثرومبوس هي ثرومبوس بتبقى اتاتشد للول بتاع البلاط فيزل او للهارت او للول بتاع الهارت ازاي برضو نيجي للرسمة بتاعة القلب الجميل ده ماشي طبعا القلب وكل شيء بيخش له دم وبيطلع منه دم بيخش له دم وبيطلع منه دم بس او عشان السيرفز بتاع القلب ناعم تمام او او طبيعي ما فيوش اي مشاكل الدم بيخش وبيطلع بسلاسة انما ما يحصل فيه انفكشن وانفلاميشن وتيجي وخلايا تموت وبتاح هيبقى السيرفز بتاعه ايه خشن طيب اما السيرفز بتاعه يبقى خشن يعمل لي اكتيفيشن للكلوتنج فاكتورز اما طيب الجلطة دي مع الوقت طبعا ممكن الجلطة دي تفك وتمشي في القلب بتطلع على ايه على تروح تقفل لي حتة تانية تروح تقفل لي حاجة في البريين تروح تقفل لي حاجة في رجل البني ادم في ايده تروح تقفل اي ارتري تاني وتعمله مشاكل دي اللي هي طبعا هي بتدمر خلايا المخ فيش اي مشاكل يعني على حسب بقى هي ايه خلايا المخ اللي حد اتدمرها ويحصل عليها المنفسيشن بناء عليها تمام يبقى تاني في البسولوجي الاكيوت بيقولك ان هي حاجة اسمها قولها ان هي عبارة عن للبريوربيتال تيشو وحنشوف شكلها شاجومة اللي هي في سايت وقالنا بتضرب الهارت فبتعمل لي حاجة اسمها وبتضرب وحتعمل لنا مشاكل كتير قوي 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 في الجي ايتيح نعرفها قدام المهم هنا ان الهيلنج ما بيحصلش معها ايه في الاكيوتستيج ما بيحصلش في بروزيس في الكورونيك وعرفنا يعنيه نتيجة انه بقى ضعيف حصل فيه انفليميشن كتير تمام نتيجة الرف سيرفس بقى يتكون جلطات وممكن الجلطات دي تروح مطرح مطروح يعني تمام بعد كده عندي كلينيكالبكتشر كلينيكالبكتشر مش هتفرق كتير قالك شاجومة الشخص الطفل الصغير ده ممكن يشتكي من شاجومة يعني تلاقي بتاعه في ايده كده محمرة مكان العضة دي شاجومة وعرفنا ايه السببها اللي هي بسبب وحاجة اسمها عرفنا اللي هي اللي هي البتاع الجميلة اللي احنا شفناه في عين العياتنا وحنشوفها تمام برضو تمام وبس قالك ان هي بتأثر اكتر على بتأثر في بتاع الهارت فبالتالي ممكن يحصل فيه مشاكل في في الرزم بتاع القلب ببدل مثلا بي كيو ار اس انتو طبعا اعتقد عارفين بي كيو ار اس بي كيو ار اس بدل ما هي منتظمة وشكلها حلو ممكن يبقى فيها شوية مشاكل برولونج او على حسب ما تيجي يعني تمام لان فيه مشاكل في الهارت بقى ملتهب ومش عارف يشتغل بشكل طبيعي تمام ممكن يقولك ان هي ممكن يقولك ان هي بعلامات تمام ايه هي اللي هو نقص الكورتزون حيجي يشتكي من ايه حيجي يشتكي من من فتيج جي اي تي دستيربنس ومن الحاجات الكاركترستيك جدا اللي هو بيبقى لونه غامق الراجل ده بيغمق بيحصل له تمام مكسيديما اللي هو نقص السيرويد ممكن تضرب السيرويد جلد وتضرب نقص السيرويد هرمون وتعمل مكسيديما ماشي والحاجة اللي احنا بنقولها اللي هو المقصود ان هي بتضرب بتاعت تمام فبيحصل حاجة اسمها كل حاجة كبرت كل حاجة بتكبره يبقى في الشخص ده حيجي يشتكي من شاجومة ورومين انزيسين ومايوكارديتس اه في برضو ممكن يشتكي من فيفر يبقى تسبلين وميجالي اه الامفا دينوباثي اشتكي من حاجات كتير لان هي بتضرب اكتر من حاجة يعني التربانسومة دي بتضرب اكتر من حاجة في الجزء فهيشتكي من حاجات كتير اوي بس دي الحاجات اللي غالبا بتيجي يعني شاجومة رومين انزيسين ومايوكارديتس تمام او في الكورونيك بيحصل نتيجة ضرب العضلة القلب ممكن يحصل نتيجة ضرب يحصل ضرب فيقل السيرويد هرمون فيحصل ميكسيديما اللي هي نقص السيرويد وتضرب فيحصل له ميجا كولون وميجا أسوفيجس وميجا جي اي تي هي حاجة اسمها ميجا جي اي تي سندرون ده بالنسبة تمام دي تلاقي يعني مورمة هي هي يونيلاترال خلي بالكم هي يونيلاترال بتحصل في عين واحدة والعين التانية جميلة وحلوة سليمة فاش اي حاجة وحطى الطفل الغلبان ده يعني عين وارمة هي والعين التانية دي الشجومة تمام الichte احمرار ده ده نتيجة العضة ده ما كان العضة بالنسبة للديايا جنوز قال لك انا هقسم برضو الديايا جنوز لآكوتو كرونيك اللآكوت بارا سيتولوجيكال و سيرولوجيكال و بي سي ار تمام البارا سيتولوجي قال لك انا هتكلم عن ايه عن ثلاث حاجات المهم ان في ان البارا سيتولوجي ممكن يتعامل تمام البارا سيتولوجي بيه التعامل طيب ايه البراسيتولوجي انا اول حاجة اخدها اخد ايه اخد عينة دم واشوف التريبو مستجوت اشوف مين اشوف التريبو مستجوت في عينة الدم تمام او اني اخد عينة الدم دي وما شفتش فيها التريبو مستجوت وازرحها على الان ان ميديا على ميديا معينة كده شبه الميديا اللي هي انتو عارفين زراعة البكتيريا كاني بزرع بكتيريا فاجيبش عينة الدم وحطها على الاجار بتاعها او الميديا اللي هي بتحبها او الوسط اللي هي بتحبه وحيطلع لي حاجة اسمها تمام يبقى نركز هنا عشان ده سؤال ممكن يجيلكو جدا وبيحبوا الاسئلة دي لو انا خدت عينة دم من عين عنده حلاقي ايه حلاقي طيب لو زرعت عينة الدم على الان اني ميديا او زرعت ان اني ميديا حشوف ايه حشوف الابي مستجوت تمام لو خدت عينة وبصت فيها حشوف زي الصورة اللي في الاول حلاقي حاجة اسمها تريبو مستجوت لو زرعتها حلاقي حاجة اسمها ايه بي مستجوت تمام وفي حاجة جميلة جدا 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 في البرساتولوجيكا حاجة اسمها ايه زينو دياجنوزس يعني ايه زينو دياجنوزس ده حاجة من الخرافة والتراث القديم انا معرفش صراحة اول واحد عملها عملها ازاي ايه اللي بيحصل انا بجيب شخص اشتبه فيه ان عنده تريبانسوما كروزي عنده المرض واجيب عشرة اجيب يعني اجيب مجموعة من الحشرات اللي هي اللي هي التريبانسوما دي اللي هي الوينجت بج اجيب مجموعة من الوينجت بج هو مكتوب عندكم في الكتاب تين تيراتوما نمف نمف دي اللي هي المرحلة لقبل القضلط تمام نمف مرحلة لقبل القضلط فقوم جايبهم وحطهم على العيان واسيبهم ياكلوا يمصوا في دم العيان عادي جدا ما فيش اي مشاكل تمام اسيبهم فترة كده عشرين دقيقة نصف ساعة ولا حاجة وبعد كده اخده. وبعدها بشهر اجي اعمل بتاع الحشرات دي. والله لقيت يبقى الشخص ده كان عنده حاجة في منطقة الخرافة. اسمها ايه? اسمها تمام? او اني اعمل اجيب الدم بتاع الشخص ده. واحقنه في حيوان. في فوار غالبا او حاجة زي كده. واشوف بقى هل الحيوان ده هيجيله. هيجيله الشجز ديزيز ده ولا لأ? تمام? ماشي? اه تاني حاجة السيرولوجي طبعا السيرولوجي وهو سيرولوجي. نعمل سيرولوجي في اي حاجة وبيسي ار في اي حاجة. تمام? يبقى ده في ودول تلات حاجات. اول حاجة بتعملها ان هي بتشوف بتشوف عين الدم. تلاقي فيها تعمل تلاقي فيها تلاقي فيها وممكن نعمل زينو دياجنوزوس من خلال ان انا اخلي النف ياكل في البني ادم او الحشرات تاكل في البني ادم. بعد كده اعمل لهم اعمل اجزامينيشن للفيزيز اللي طالع منهم او اني اعمل اناكيوليشن. في حاجة تانية عملنا لها اناكيوليشن الى توكسو بلازما جندي. جنداي. توكسو بلازما جنداي. لو ده القطط بنحقنه في الفران. تمام? ده غير بقى السيرولوجي والبي سيار. في الكورونيك بقى انت انا شايف كاتب باراسايتولوجي بخطة بخطة الصفر. طب ليه? علشان ما اكتوب عندكم في الداتا ان البراسايتولوجي نيفر. نيفر يتعامل في الكورونيك ستيج. تمام? البراسايتولوجي اللي هي عينة الدم ان انت تاخدها وتبص تحت الميكروسكوب في الكورونيك ستيج مش هتلاقي تريبو مستجد مش هتلاقيه. تمام? ماشي? فهو بالتالي ما بيبقاش دياجنوستي. بس سألك برضو هو ما ريحكش. قالك احنا ممكن ايه? نتحايل على الموضوع بطريقة تانية. ان احنا نزرعه وممكن نعمل برضو او زينو دياجنوزوس. يعني حاجة كده خرافية شوفة عشان كده معلم ايه? باراسايتولوجي. لو تسألت الباراسايتولوجي بتعمل في الكورونيك ستيجو. لا لا. غالبا لا يعني لانه مش مش افكتف. تاني حاجة سيرولوجي. طبعا سيرولوجي من ايه ما تتزنق قلها? تالت حاجة اي سي جي. الكترو كارديو جرا. تمام? اللي هو رسم قلب. طبعا احنا زي ما قلنا ان هي بتعمل مايو كارديتس. بتعمل فنتريكولور انيوريزم. الحاجات دي كلها بتبان على الاي سي جي. بيبان لها اشكال معينة. تمام? غير راديولوجي. تاخد اكس ري. تاخد اكس ري. تلاقي بقى ماشي. يبقى تاني. في الفي الدياجنوزي. الاكيوتيا كرونيك. الاكيوتيا بارا سي تولوجيا سيرولوجيا بي سي ار. البراصي تولوجيا حاجة من تلاتة. يا اشوف في العينة بناخد عين الدم وابص فيها. الاقي فيها تريبو مستغوت. او ازرحها على حاجة اسمها اني اني ميديا. اني اني ده اختصار لنيكل واني. تلاتة علماء بحرف الان. ماشي? نزرحها الاني اني نلاقي فيه حاجة اسمها تمام او اني اعمل ان هو انا اخلي الحشرات تاكل في البني ادم او احقن الدم بتاع الشخص المريض ده اولان مشتابه في مرضه في حيوان وبعد كده اعمل الحيوان ده اجزاميناشن ولاقي في الدم بتاعه تمام او في القرونيك قلنا القرونيك ما بنعملش براسيتولوجي قوي لانه هو مش دياجنوستيك وبنعمل سيرولوجي تمام بالنسبة للتريتمينت اخر حاجة خالص التريتمينت بنعمل ايه بنعمل حاجة اسمها بنديله دواء اسمه نيفروتيموكس تمام نيفروتيموكس ايا كان اسمه هو ده تمام ودواء تاني اسمه الوبيورينول الوبيورينول ده برضو بنستخدمه كدواء ضد الجوت تمام للمعلومة يعني تمام فهو بيقولك انه هما شو ببروميسنج افكت اجينيست الكورونيك ستيج ماشي انت بتستعرف اسمه الوبيورينول طيب الكنترول ازاي تعمل كنترول اول حاجة طبعا تريتمينت ماشي تاني حاجة ان انت تحاول تتحكم في الوينج بج دي تالت حاجة كيمو بروفلاكسس الشخص اللي مسافر لمنطقة مسلا تديله دواء علشان ما يحصلوش زي بروفلاكتك انتبيوتك هو في الكتاب كاتب حاجة واحدة بس ان انت تتحاول تعمل بس هو اي حد يقدر يعلفه يعني تمام ماشي يبقى نراجع مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه يتعندي حاجة اسمها بتعمل لي مرض اسمه الشجاز اللي هو مرض النوم الامريكي موجود فين موجود في امريكا تمام في خدنا حاجتين خاجنا حاجة اسمها تريبو مستجوت وحاجة اسمها امستجوت هو عبارة عن ايه قلنا وبياخد شكل حرف سي في البلاط فيلم تمام عنده وبيبقى حواليه في لاجلة تمام الامستجوت بيبقى او ماشي او بيبقى جوه وحاجة اسمها طالع منها برا بزا البادي او في برا بزا البادي طالع منه اجزل والفلاجلة بتبقى للخلية تمام بالنسبة للايف سايكل قلنا الهابيتات هيبقى اي خلية في الجسم بسوى بيحب الهارت الكاردياك ماصل بيحب الاسموس ماصل بيحب بتاعت السيني اس بيحب السوبرارينا الجلاند بيحب السيرويد تمام اه الديفنيتف هوست ده كان موجود عندنا في الكتاب القديم فاسبنا منه الريزيرفور هوست اه الريزيرفور هوست هنا هو الارمديلو تمام الامفكتيف ستيج الامفكتيف ستيج اللي هي الميتاakuیك천 كميتا في السايكليك اللي هو على اساس ان Granit figurine عندك ً٠٠٠٠ في الدم ميتا صيكليك اللي ما تشغلهاش بلكم ميتا صيكليك تريبوا ماصل جوت تمام المودف انفكشن عندك ّ٠٠ مودف انفكشن هم أول حاجة crosstern continued죠 التاني حاجة اللي هو بلوتنلنس فيوجن او قلنا على حسب لو هاخد عين الدم هلاقي فيها لو زرعتها على الان اني ميديا هلاقي فيها في الباسولوجي عبارة عن ايه في الباسولوجي هتلاقي الشاجومة وحتلاقي وحتلاقي بحاجات بتأثر والسي اني اس وما ننساش ان في ما بيحصلش في الكورونيكستيج بقى ممكن الهارت يحصل له ممكن يحصل له ممكن يحصل تمام في الشخص برضو هيشتكي من ايه هيشتكي من نفس الحاجات يعني بيشتكي من مايوكارديتس التعب في عضلة القلب بيشتكي من شاجومة بيشتكي من بيشتكي من في الكورونيكستيج هيشتكي من حاجة اسمها ميجا كولون كولون بتاعه كبير جدا ميجا اسوفيجاس تمام اللي هي اسمها ميجا جي اي تي سندرون تمام الدايجنوزز قلنا اكيوت وكرونيك الاكيوت قلنا تلت حاجات اول حاجة فيهم هي البراصيتولوجي البراصيتولوجي دي عبارة عن تلت حاجات البراصيتولوجي ياخد عين الدم اشوفها ياخد عينة يزرحها الاقي فيها او اعمل زينو دياجنوزز زينو دياجنوز اللي هو اجيب الحشرات تكل في البني ادم وبعد كده اعمل بتاعها تمام او اني اعمل اخد عينة من الدم احقنها في فار وبعد كده اعمل الفار ده اخد عينة من الدم بتاع الفار الاقي فيها تريب ومستجوت ودنك منين يجوح تمام وبنعمل السيرولوجي السيرولوجي حبيب الكل وبعد كده علشان اشوف المشاكل اللي حصلت في القلب تغيراتها او راديولوجي اللي هو حاجة بتدل على وجود المرض تمام التريتمينت حاجة اسمها نيفروتيموكس او الالوبيورانول تمام قلنا نعالج الناس العيانة نعمل وصلا الله وسلام الحبيب انا حاولتها بقى سريع على قد ما قدر يا شباب علشان ما المفروض انكم هتسمعوا محاضرة دي ان شاء الله لو هي نزل ببكرة وتلحق وتمتحنوا بس والله انا اسف انا الكلام ده وصلني النهاردة الساعة 2 الفجر يعني انا من تاريخ تزيان انا بقليش 12 ساعة مستلم المحاضرة تمام فصلا الله وسلام على الحبيب وربنا وفقكم ان شاء الله شباب